كبر سنه لم يمنح يوما من توسيع خبراته في مجال مطابقة السيارات علي مهندس مناجم متقعد من ولاية غلزان ميدان السيارات وكشف طرق التزوير موهبته حتى أصبح مكتبه قبلة لكل من يريد كشف سياراته قبل إبرام أي عقد للبيع أو الشراء قلت أنا ما دمرني الريترات الأقل نصحوا الناس ونروا لهم يعني الحمد لله سلكنا بزاف كنت مهندس مناجم على مستوى مدير الصناعة والطاقة ثم مدير الطاقة والمناجم قدمنا حوالي ثمانية وثلاثين سنة في المراقبة التقنية للمركبات يعني وشفنا ما شفنا عمي ملاح عين من الزبائن الذين يقصدون مكتب علي يوميا يشري ولا يبيع ولا يبيع مطمئن وننصح المواطنين قاعد يقوموا بهذا الخطوة ما فيها حتى بأس هذه إنسان يشري سيارة يفوت عند الخابير يتأكد منها وما بعد يخلص الإنسان اللي بي يشريها منه خير ما يشري حاجة يخلص ثمنه وما بعد يروح للخابير ولا يبغي يبيع ولا يسيبها مزورة ربما يعشي في القاضاء خبرة تناهد ثمانية وثلاثون سنة تفنن علي فقير في مجال كشف طرق وحي للمزورين في مجال السيارات خبرة وجب الاستثمار فيها